موسيقى أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي من جديد في درس من دروس اللغة العربية درسنا اليوم هو المنادة فما هو المنادة وما هي أنواعه وما هي خصائصه قبل ذلك تعالوا معي لنتذكر نتذكر العلم الإسم العلم الأكيد أنكم تعرفتم على الإسم العلم هناك إسم علم مفرد وإسم علم مركب عندما نقول مثلا جاء أحمد عندما نقول جاء أحمد من الذي جاء أحمد فهو اسم لشخص ما يتكون من كلمة واحدة إذن فهو اسم علم مفرد أما إذا قلنا مثلا حضر صلاح الدين مثلا حضر صلاح الدين فصلاح الدين هو اسم لشخص واحد ولكنه يتركب كما تلاحظون من كلمتين إذن فهو اسم علم مركب صلاح اسم وهو مضاف إلى اسم آخر إذن فهو مضاف والدين مضاف إليه إذن من هنا سننطلق في درسنا لهذا اليوم لدينا في مصنع رئيس للعمال كل مصنع يسيره رئيس للعمال الذين يشغلون في هذا المصنع ومن طبيعة الحال لضمان سير هذا المصنع فهذا الرئيس يحتاج إلى إعطاء تعاليم أو تعليمات للعمال مثلا سيقول لهم سننطلق إلى الاكتشاف والبناء المرحلة الثانية سيقول لهم مثلا في جملة أنت يا عبد الله أنت يا عبد الله انت به إذن فهو يتحدث مع أحد العمال ويقول له أنت يا عبد الله انت به إذن هذه الجملة لاحظوا معي جيدا أنت يا عبد الله انت به ماذا قال رئيس العمال؟ هو طلب من عبد الله أن ينتبه فقال له يا عبد الله إذن لماذا نداه؟ لكي ينتبهها إذن ما هو النداء؟ النداء هو لفت انتباه المخاطب قصد تنبيهه أو طلب شيء ما منه إذن فأين هو المنادة هنا؟ لاحظوا جيدا المنادة هو عبد الله إذن فرئيس العمال ينادي على عبد الله لكي يطلب منه الانتباه نفس الطريقة سنقوم ببناء القاعدة مباشرة مهازسا مع الشرح إذن بالنسبة للقاعدة وستكون عبارة عن خطط شمسية إذن ما هو المنادة؟ المنادة هو اسم يأتي بعد حرف النداء إذن لاحظوا جيدا لكي ننادي على شخص ما نحتاج إلى حرف للنداء إذن فنقول هنا نأتي وسط صبر المنادة ما هو المنادة؟ هو اسم يأتي بعد حرف النداء يأتي بعد حرف النداء المنادة اسم يأتي بعد حرف النداء لماذا؟ للفت انتباه المخاطب بواسطة ماذا؟ بواسطة أداة نداء وأدوات النداء تختلف قد نستعمل يا كما رأيتم في المثال وقد نستعمل آية أو هيا للبعيد إذا كان المخاطب بعيدا ثم قد نستعمل الهمزة وأي للقريب ويا تستعمل لهما الاثنين إذن هذه بنسبة الجملة الأولى لاحظوا معي جيدا يا عبد الله ما نوع هذا الاسم؟ كما قلنا في التذكير بأنه مكون من كلمتين إذن يا عبد فهو اسم العلم مركب إذن فهو مضاف كما تحدثنا في التذكير إذن فهذا هو النوع الأول من أنواع المنادع قد يأتي المنادع مضافا إذن مضاف من أنواع النداء قد يأتي مضافا إذن إذا كان مضافا ما هو إعرابه؟ لاحظوا جيدا يا عبد الله ما هو إعرابه؟ ما هو مرفوع أو مجهور؟ إنه منصوب بالفتحة الضائرة على آخر إذن نقول أنت يا عبد الله فهو منادع منصوب إذن يأتي منصوبا سنحيط على هذه المكونات إذن أول مكون مكونات المنادع أن يكون قد يأتي المنادع مضاف نعم ننتقل إلى جملة أخرى إذن هذا الرئيس العمال قد يتحدث مع يقول مثلا يا أحمد مثلا هذه الجملة مثلا قد يقول جملة يطلب من أحمد أن يشغل المطحنة مثلا يا أحمد شغل المطحنة شغل المطحنة إذن في هذه الجملة التي تلاحظونها الآن ما تفعل رئيس العمال؟ نادى أحمد يا أحمد شغل المطحنة جيد لاحظوا جيدا أحمد ما هو إعرابه؟ قد نقول أنه مرفوع ولكن هذا ليس إعرابا صحيحا لماذا؟ لأن الأصل في النداء النصب إذن فالمنادى وإسم منصوب يأتي بعد حرف نداء للفت انتباه المنادى ولكن لماذا أتى هنا مرفوعا بهذه الضمة؟ هذا ما سنعرفه الآن إذن قبل ذلك ما هو نوع هذا الإسم؟ كما قلنا في التذكير إذن فهو مفرد فهو مفرد إذن يأتي المنادى مفردا أيضا يأتي المنادى مفردا أيضا فهو مفرد إذن مفرد إعرابه لاحظوا جيدا يا أحمد إذن لا نقول مرفوع بما أن الأصل في المنادى النصب فأحمد نوعه هو مفرد إذا كان المنادى مفردا يكون مبنيا على ما رفع به إذن بماذا رفع؟ رفع بالضمة إذن نقول أنه مبني على الدم في محل نصب إذن إذا كان مفردا نقول أنه مبني على ما رفع به بما أنه رفع بالضمة نقول أنه مبني على الدم إذن في محل نصب منادع من طبيعة الحال هذا بالنسبة للنوع الثاني إذا رئيس العمال قد ينبه عماله فيقول لهم مثلا أو يحذرهم يا مهملا واجبه احذر مثلا يا مهملا واجبه احذر لاحظوا جيدا هنا يا مهملا واجبه هل هذا المنادى مضاف مثل يا عبد الله تلاحظوا أنه يشبهه من حيث أنه مضاف إلى كلمة أخرى ولكنه منوّن هذا هو الفرق بين المضاف وشبيه بالمضاف إذن فهو يأتي منوّنا ثم مضاف إلى كلمة أخرى كي يتم المعنى إذن فهو يشبه المضاف لذلك نسميه شبيها بالمضاف وهذا هو النوع الثالث الشبيه بالمضاف قد يأتي شبيها بالمضاف شبيه بالمضاف لاحظوا الإعراب يا مهملا كيف أهل فهو أتى منصوبا إذن شبيه بالمضاف يأتي منصوبا إذن هذا النوع الثالث بالنسبة للنوع الرابع سندرجه ضمن هذه الجملة مثلا وبالعكس قد يجازي المجتهدين أَيَا مُجْتَهِدًا أَيَا مُجْتَهِدًا واصِلْ عَمَلَكَ مثلا واصِلْ عَمَلَكَ لاحظوا جيدا أَيَا مُجْتَهِدًا هنا عندما قال مُجْتَهِدًا هل يقصد مُجْتَهِدًا في حد ذاته؟ رئيس العملنا يقصد كل مُجْتَهِدٍ إذن فهو نَكِرة ولكنه غير مقصود مثلا إذا كان إنسان كفيف يريد أن يعبر الطريق يقول يا رجلا ساعدني على العبور هل هو يرى شخصا معينا هو يتحدث مع أي رجل قد يسمعه إذن فهي نكرة غير مقصودة وهذا هو النوع الرابع النوع الرابع هو نكرة غير مقصودة نكرة غير مقصودة إعرابه كيف يأتيه تلاحظون منصوب نعم يأتي منصوبا يكون منصوبا بقي لنا نوع واحد رئيس العمل طلب من امرأتين أن يرتب العلبة فقال لهما أيا مرأتاني رتب العلبة رتب العلبة إذن هنا لاحظوا هناك أداة نداء للبعيد آية إمرأتاني إمرأتاني هل هو يقصد امرأتاني في حديثاتهما؟ نعم طب يطع لأنه يراهما ويقصدهما إذن فهي نكرة مقصودة وهذا هو النوع الخامس نكرة مقصودة ذا لأنه يراهما ويقصدهما في كلامه كيف لاحظوا مع إمرأتاني هو مثنى هنا سأفتح قوسا بعجالة كيف نعرب المتنى المتنى يعرب المتنى إذا يرفع المتنى بالألف وينصب ويجر بألياء إذن هنا إمرأتاني مرفوع بالألف إذن منادى قلنا الأصل فيه النصب إذن فهو هنا مرأتاني مبني على ماذا؟ على الألف لأنه رفع بالألف إذن هنا بذوره مبني يعربه مبني على ما رفع به مبني على ما رفع به وهنا يعربه مبني على الألف في محل نصب دائما لأن الأصل فيه هذا هو العناصر الخمس أو المكونات أو الأنواع الخمس للمنادة قد يأتي مدى منصوب قد يأتي شبيب المدى منصوب أيضا وقد يأتي نكرة غير مقصودة أو نكرة مقصودة أو مفرن الآن لفظ الجلالة عندما يقول رئيس العمل في النهاية العمل على ما يرام يقول حمدا لك يا الله لا يمكن أن نستعمل مع لفظ الجلالة إلا حرف نداء يا وهو خاص بلفظ الجلالة كما أن رئيس العمال قد يخاطب العمال أيها العمال أيتها العاملات هنا نستعمل أيها وأيتها مع الإسم الذي يكون معرفا بأل لا يمكن أن نقول يا العمال وهكذا نكون قد أنهينا درسنا للمنادة بأنواعه ثم نمر إلى التطبيق نمر للتطبيق لكي نقوم مكتسباتنا لكي نقوم مكتسباتنا في هذا التطبيق لدينا ثلاث جمل المطلوب هو استخراج المنادة وأن نبين نوعه وإعرابه هكذا الجمل منادة من ربيع الحال نوع المنادة إعرابه الجملة الأولى مثلا يقول الله صحنا وتعالى في كتابه الكريم يا مريم يا مريم أقنتي أقنتي إلى ربك يا مريم أقنتي إلى ربك أين هو المنادة إذن قلنا المنادة وإسمون يأتي بعد حرف النداء إذن مريم ما هو نوعه ببساطة نقول أنه مفرد إذن مريم هو المنادة نضعه سطرا تحته ما هو نوعه ببساطة نقول كما قلت مفرد ولكن ما هو إعرابه إذن هو مفرد وما هو إعرابه ليس مرفوعا وإنما مبني على مبني على الضم في محل نصب من طبيعة هذا جملة أخرى أيا طالع الجبلي إحذر أيا طالع الجبلي إحذر إذن هنا أيا طالع الجبلي أين هو المنادة من طبيعة الحال هو طالع الجبلي نجاء بعد حرف النداء ما هو نوعه ستقولون هو مضاف نعم وما هو إعرابه ببساطة منصوب إذن أعزائي التلاميذ نكون قد استوفينا درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تعم الفائدة وإلى اللقاء في فرصة أخرى شكرا للمشاهدة خصي Considerer أتمنى أن تعم الفانف للمشاهدة شكرا للمشاهدة وlit